الرديل تسعين تسعين هواها مصر الكل طبعا نفتكر ان هي طيارة بتاعته الخاصة لما كتب تعليق عليها اول رحلة بيها لسانت كاترين وطبعا التعليقات بقى ان اسمت بين مباركة وبين غضب وجمل بقى من نوعية اه راعي الناس اللي مش لقيا تاكل وده يمكن اللي خلى محمد رمضان النهاردة يصرح بحقيقة الطيارة وانها مش بتاعته وتابعة لاحدى شركات البترول وكانت عاملة بيها رحلة طرفي هي بعدد اه اه من الشخصيات العامة لمنطقة سانت كاترين ولكن بعيدا بقى عن الخبر ايه رأيكو اصلا في فكرة ان الفنان يكون عنده طيارة خاصة شايفين انه يعني يعلن عنها ولا لا عشان ما يصيرش يعني غضب الناس في الحقيقة يعني انا هقولكو الرأيين وانتو قلولي يعني انا هكلم باسم محمد رمضان وهكلم باسم الناس اللي متضايق محمد رمضان بيقول انا اه بدأت من الصفر ولسه صغير في السن والحمد لله ممكن اكون بدأت ببعض الشخصيات او الكاركترز اللي عملتها في الافلام تكون مش قد كده او ما كانش ينفع تكون قدوة لبعض الناس في بعض الشباب حاولوا انه هما يقلدوها زي عبدو موتى والحاجات دي اه وقال انه هو بعد كده الناس تبتدي بقى اه تحسبوا على الجديد وفعلا الادوار اللي عملها بعد كده يمكن كانت احسن كتير من عبدو موتى اه فبالتالي هو بتعامل بمبدأ اه فاما بنعمة ربك فحدات اه يعني اللي هو الحمد لله يا ربنا رزقني وبدأت من الصفر ومعملتش حاجة غلط واما اه يعني ما تجهتش لحاجة غير مشروعة وفي الاخر مسجت في حلمي وقدرت حاجة على ارض الواقع فبفرح الناس اللي حوالي يبين لنا وصلت له لان انا فرحان بيه لان هو بيعتبر الناس اهله ده كلام محمد رمضان اما كلام الناس المعترضة او اللي ضده بتقول لأ في ناس لازم نراعي مشاعرها مش لازم ان انا اه ابين كل حاجة اه قدام الناس لان في ناس ممكن يعني اجرح احساسها بان انا بين لهم ان انا اعلى منهم او ان انا احسن منهم انتوا معاني رأي فيهم ورأيكو ايه في الموضوع ده دي القصة باختصار اللي حصل على موضوع طيارة ومحمد رمضان